السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي في قناتكم قناة وصفات لكم اليوم إن شاء الله جئتكم بخلطة رائعة إن شاء الله ستكون خلطة للعناية باليدين بالخصوص تبييض اليدين كذلك ستعمل حتى على تسمين اليدين وستعالج بروز العروق على اليدين كما نعلم تعاني معظم النساء من البقعة الذاكنة في اليدين بسبب تعرضها المستمر لأشعة الشمس لكن طرق علاج هذا المشكل إن شاء الله فهي طرق طبيعية سهلة متوفرة بخلطة طبيعية لتبييض اليدين وتحتوي على الخميرة كما ترون لأن الخميرة تعد مثاليا لحل هذه المشكلة وذلك في وقت سريع جدا هذه الوصفة وصفة فورية لأن المكونات كلها مكونات سحرية وفورية تعطي المفعول منذ أول استعمال كما أننا سنستخدم الخل سواء خل المائدة أو خل التفاح أنتم استخدموا أي مكون متوفر لديكم إذن على بركة الله سنمر للتعرف على الوصفة إذن على بركة الله سنحتاج هنا تقريبا إلى ما يعادل مقدار ملعقتين من الخميرة خميرة الخبز وأن أكانت الخميرة الفورية أو الخميرة التي تكون على شكل عجين سأضيف هنا تقريبا مقدار ملعقتين كبيرتين لأن الخميرة حبيباتي تعد مكون مثالي لمعالجة الكثير من مشاكل البشرة وأيضا الشعر فهي دواء بحد ذاته وتستعمل لسيما لتبيض البشرة توحيد لونها وذلك في وقت قصير أيضا تعمل حتى على تسمين اليدين وضعت هنا ما يعادل مقدار ملعقتين من الخميرة لدي هنا الخميرة على شكل حبيبات ثم سوف أبدأ في إضافة الخل كما قلت لكم استخدموا خل التفاح أو أي نوع خل متوفر لديكم يعني حتى خل المائدة يمكنكم استعماله سأضيف هنا تقريبا كمية من الخل مقدار ملعقتين وأبدأ في الخلط جيدا إلى غاية ما أقوم بتدويب حبيبات الخميرة يمكنكم هنا أيضا تعويض الخل بعصير الليمون الحامد لأنه يكون غني جدا بفيتامين سي وكما نعلم فيتامين سي مفتح مبيض مرتب أيضا لبشرة اليدين بالنسبة لهذه الخلطة لا يمكنكم استعمالها لبشرة الوجه فقط بشرة اليدين وكذلك بشرة القدمين لأنها مكونات الوصفة قوية جدا على بشرة الوجه لذلك لا يجب تطبيقها على بشرة الوجه أنا سأضيف هنا كمية أخرى من خل أو من الخل سواء كما قلت خل تفاح أو أي نوع خل وسنبدأ في الخلط جيدا حتى أقوم بتدويب المكونات وتندمج لدي هنا الخلطة نتحصل على قوام كما تلاحظون بهذا الشكل بعد أن قمت هنا بخلط المكونات مع بعضها البعض بطبيعة الحال كأول خطوة سنقوم بها وهي تنظيف بشرة اليدين سنقوم بتقشير بشرة اليدين كأول خطوة لأن التقشير حبيباتي ضروري جدا حتى تكون بشرة اليدين خالية من أي يعني من تلك الخلايا الميتة بعدها سأقوم بتحضير المقشر بالنسبة للمقشر لدي هنا الأرز سأضيف تقريبا مقدار ملعقة من مطحون الأرز سنستخدمه كمقشر أو سكراب استخدموا أنتم سواء الأرز مطحون الأرز أو استخدموا حتى مطحون البن إذا كان متوفر لديكم ثم سأضيف هنا كذلك زيت جوز الهند سأضيف تقريبا مقدار ملعقتين من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو حتى زيت المائدة زيت الطبخ يمكنكم دمجه معه سواء كما قلت هنا مطحون الأرز أو مطحون البن لأننا فقط نقوم أو نريد أن نحضر مقشر أو سكراب بعد أن حصلنا على مقشر بهذا القوام تقومون كأول خطوة بغسل بشرة اليدين جيدا بماء فاتر حتى تتفتح المسامات بعد ذلك سنأخذ كمية من هذا المقشر ونبدأ بتمريره على كامل بشرة اليدين كما قلت يمكنكم وضع هذا المقشر أو هذا الماسك حتى لبشرة كذلك القدمين نستمر هكذا في عمل حركات دائرية في عمل تقشير بهذا السكراب فهو رائع وكذلك لطيف على البشرة حتى أن هنا بالنسبة لزيت جوز الهند وكذلك مطحون الأرز يعمل على تفتيح البشرة لدرجات وأيضا ترطيب بشرتكم نركز جيدا بالنسبة للتقشير على مناطق مفاصل اليدين لأنها هي التي تتعرض بشكل كبير إلى أشعة الشمس لذلك يجب أن نقوم بتقشيرها جيدا بعد أن قمنا بتقشير اليدين سنقوم بغسلها بماء يكون بارد ثم سنمر إلى تطبيق الماسك كما تلاحظون بعد أن قمنا بغسل بشرة اليدين جيدا من المقشر قمنا هنا بإزالة المقشر كما تلاحظون يعمل على ترطيب البشرة ويتركها رطبة ونعمة بعدها سوف نأخذ من هذا الماسك الذي قمنا بتحضيره بالنسبة لهذا الماسك سوف يعمل على تسمين اليدين التي بها تلك العروق البارزة فهنا الخميرة رائعة في تسمين اليدين وكذلك تبيضها وتفتيحها سنقوم هنا بأخذ كمية كما تلاحظون بهذا الشكل وسنبدأ بتدليك اليدين بهذا القناع قناع الخميرة مع الخل قناع رائع ممتاز هنا أنصحكم بعدم تطبيقه لبشرة الوجه لأن هنا الخل فهو قوي جدا على بشرة الوجه وكما نعلم بشرة الوجه هي بشرة حساسة نقوم بتمرير هذا القناع على كامل بشرة اليدين كذلك ما فاصل الأصابع كما قلت لكم لأنها هي أكثر الأماكن تعرضا لأشعة الشمس بعد ذلك سنترك الوصفة تقريبا مدة 15 دقيقة أو نصف ساعة فهنا إذا أحسستم بوخذ قليل فليست هناك أي مشكلة بعدها سنقوم بشطف بشرة اليدين وغتلها بماء فاتر ثم بالماء البارد وفي الأخير ضروري حبيباتي من ترطيب بشرة اليدين حتى تبقى دائما بشرة رطبة ناعمة وبدون تجاعد وكذلك بدون خطوط لاحظوا هنا الآن الفرق يبدو فرق شاسع وواضح جدا بعد أن قمت بإزالة هذه الوصفة لأنها كما قلت وصفة قوية وتعطي مفعول سحري في تبييض اليدين وكذلك إزالة الإصمرار الذي يكون على بشرة اليدين يمكنكم تطبيقها هذه الوصفة حتى على بشرة القدمين بالنسبة للمرتب سنحتاج كذلك هنا لترطيب بشرة اليدين دائما لأن الترطيب يجعل دائما البشرة رطبة وكذلك بشرة اليدين ناعمة سوف نأخذ هنا مكون ممتاز وهو جيل الألويذرا أو جيل الصبار سنأخذ كمية تقريبا نقدر ملعقة صغيرة من جيل الألويذرا بهذا الشكل ثم سنضيف بضع قطرات من عصير الليمون الحامد بالنسبة لهذا المرتب سوف يكون مرتب وكذلك مفتح للبشرة ونبدأ في الخلط إلى غاية ما نتحصل على شكل كريمي ونبدأ بأخذ هذا المرتب ونبدأ بترطيب بشرة اليدين بالنسبة لهذا المرتب نقوم بتطبيقه تقريبا مدة نصف ساعة فقط يجب وضع هذه الوصفة في الليل ولا نتعرر لأشعة الشمس نطبقه ونتركه تقريبا مدة نصف ساعة إلى غاية ما تتشرب بشرة اليدين فوائد هذا الكريم المرتب والذي سيعطينا كذلك تبيض لبشرة اليدين ثم سنقوم بغسل بشرة اليدين بماء يكون بارد فهذه الوصفة وصفة إن شاء الله رائعة ممتازة جدا داوموا على هذا الروتين سيعطيكم وسيمنحكم يدين ناعمة بيضاء بدون إصمرار حتى أنه بنسبة لمفاصيل اليدين فهو يعمل على تفتيحها لدرجة هذه الوصفة وصفة قوية جدا اعتمدوا عليها تقريبا ثلاث مرات في الأسبوع ستعطيكم نتائج رائعة إذن إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم دمتم في أمان الله وإلى اللقاء